اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام تحدث الى احد وسائل الاعلام العراقية رئيس ما يسمى رئيس لجنة بغداد عاصمة السياحة هذا الرجل تحدث قال انه يعني عددنا ملف لكي تكون بغداد عاصمة السياحة انتخبوها عاصمة السياحة وبشهر تشرين الثاني شهر الداعش القادم يعقد مجلس الوزراء السياحة العرب جلسة جلسة دورية جلسة ثمانية وعشرين وصلطون على الملف اللي قدمناه ملف متكامل وملف تعبنا عليه هو اسمه بغداد عاصمة السياحة وقال يعني بلتش نقدر نستضيف هذا المؤتمر طبعا سيوافقون يعني يفرحون ما الذي يعني يعني مؤتمر لمجلس وزراء السياحة العرب لماذا لا يفرحون في دولة عربية تستضيفهم وتقدم لهم كل التسهيلات والفنادق الراقية والاكل والشرب واخر فخامة اكيد يجوا فاذا استضيفناهم نقدر نقدر نقدم هذا الملف وطبعا هم يعتقدون انه اذا ما قدموا هذا الملف لهذا الاجتماع مجلس وزراء السياحة العرب والجلسة سيقبلونه تكون بغداد عاصمة السياحة العربية اول عبارة تأتي على سنتنا جميعا كل العراقيين فيها سؤال وفيها سخرية اللي هي لا تستحون يعني ما الذي يجعلكم تعتقدون ان بغداد هي عاصمة للسياحة العربية ممكن ان تكون عاصمة للسياحة العربية نعم يعني هذا مجلس الوزراء السياحة العرب ممكن يقبل هذا كل شيء هذه قضية غير شكل لكن انتم ماذا تقولون يعني هؤلاء ما هي معاييرهم اولا لكي يقبلوا مثل هذه وشني المعايير التي قدمتوها ما هي الملفات التي قدمتوها لكي يقبلوا بها نعم بغداد تمتلك ارثة الحضارية وهذا بالكتب فقط لان هاي الواحد عشرين سنة مسحت كل شيء نعم بغداد فيها مواقع اثارية وتاريخية كبيرة نعم لكن كلها مهمة لو كلها قدمت ووقعت وانتهت وهملت بشكل كامل وسرقت منهبت ما الذي يجعل بغداد في مصاف المدن السياحية العربية يعني ما الذي يجعله يقولون بغداد مدينة صممت لتكون لثلاث ملايين مواطن الآن يسكنوها 13 مليون فيها الزحامات لم تشهده مدينة في الدنيا مثلها فيها طرق مخسفة ومكسرة ومدمرة ما كو مدينة مثلها هاي سواء تلكم شو مجسر سواء لكم يا سودان يعني هاي صارت مدينة السياحة العربية بغداد ما بيها رأة تتنفس من عدها العشوائيات اكثر من الطبيعيات المناطق الطبيعية فيها 3500 عشوائية يسكنوها من 4.5 الى 5 ملايين مواطن فيها فقر فيها عازة فيها مصايب كبيرة شنو اللي يخليكم تعتقدون ان بغداد يعني تقبل كمدينة يعني مدينة السياحة العربية بغداد عاصمة السياحة العربية شنو هذا شنو هذا شنو الاستهزاء لماذا يعني نبذر عموالنا بهذه الطريقة يعني تعرفون انه هذا تبذير الاموال تستضيفون اجتماعاتهم مثل القمة من استضافوه شنو الفايدة شنو القرارات قرروا لكم ان بغداد هي عاصمة السياحة العربية ماذا سيستفيد منها العراقي يعني ما الذي ستضيفه للعراقيين دول العراقيين 13 مليون تحت الخط الفقر يأكلون من مذابل 3 اربعة الشعاب كله جائع في بلد هذه ثرواته وفي كل زاوية هناك هناك سارق وهناك حرامي وهناك فساد اكثر من تريليون ونصف تريليون دولار واردات النفط من 2003 لحد الان وين ذهبت وهذا البلد في اسوأ حالاته الناس تموت من التلوث الجوم التلوث التربة لا زراعة لا صناعة لا كل شيء كل شيء ما عندنا وتريدون وجه بغداد تغير املح وجهها قبيح مع الاسف الشديد هذا شارع الرشيد اللي كل الناس وبيغاني وبيقصايد علي وين شارع الرشيد شوفوه شلوان شكله هذا ابسط شيء يعني صال لقرن من افتتحه اخر شوية من قرن قرن شوفوه لان اسمه الرشيد تمثال مع ابو جعفر المنصور يومين الميليشيات طالعة تريد الشيلة هي هاي بغداد التي تسويها عاصمة عاصمة السياحة العربية اي سياحة اي عربية معيب يعني هي فلوس وبس تنصرف وخلاص المن يعني لمن هذه الترويج لمن ترويجون لانفسكم انه انتو شيء وعملتو شيء لم تعملوا شيء البلد من سيء الى اسوء من يريد ان يتحدث عن العراق كبلد ومتطور عليه ان يحدثنا عن صناعة عن زراعة عن نهضة عن تعليمه اسوء تعليم خدمات الصحية في اسوء الخدمات العامة في اسوء شيء كل شيء امن ميليشيات وقتل وذبح وخطف وتهجير وعصابات وماذا تتحدثون اي سياحة هريدون استضافة اجتماعات المجلس طبعا استضيفوها حتى ترشوهم ووافقونا على هذه القضية محيبة اسوء مدينة بالدنيا في كل الاحصائيات كل الاستبيانات كل القواعم التي تصدر عن المدن اجمل المدن بغداد يعني اسوء عاصمة في العالم الان تريدوها مدينة السياحة العربية عاصمة السياحة العربية معيب هذا معيب هذا الكلام معيب ان تشكلون لجنة ورئاسة لجنة وتبحث وتشقون ملفات وتصرفون فلوس وناس تكتب وناس تقترخ معيب هذا الحشيد الناس اللي تريد تبني الناس اللي تتوسل بيها يجيون بعديا يقولون لهم خلوا نسويها لهاي المدينة عاصمة للسياحة اريد نجيها اريد هم الناس اللي ابنوا شيء وتجربتكم هي تجرب الناس لكن انتو كذبون على العالم تصنعون شيء بالوهم وتريدون الناس تصدقها ولمن هذا يعني من سيأتيكم للسياحة ومن سيعترف بكم والله سنسوي مهرجانات ورقص ومعرف منه واسبوع مدري شنسوي وتالي يعني هم العالم والعرب ما يعرفون تاريخ العراق وما يعرفون تاريخ بغداد يعرفوه ويعرفون انها في اسوح حالاتها يعني يعرفون سنة 1258 دخلوا المغول وهدموها وحرقوها لكنها لم تشهد عصرا سيئا مثل العصر الذي تشهده الان اكو انتقام من بغداد اكو روح ادائية للعراقيين وليبغداد وما لا علاقة بشيعة سنة اكو ناس معادين للعراق معادين لاسم بغداد الان وان نهر دجلة وان الشكل الماله وان الحياة وان الناس الحلوة ما هو هذا كل كل جزء من هذا من هذا النسيج اللي عرضتم به الان تريدون سنة بغداد هذا الكلام غير مقبول بغداد عاصمة السياحة العربية اي عاصمة واي سياحة عربية اللي يريد يسوي شيء يحرص على ان يبني شيء يحرص على ان يفعل كل شيء من اجل المواطن بخدمة المواطن ولا يفكر في هذه الاشياء ستأتي هذه الاشياء اهل فيينا ما اختاروا هم فيينا اوضل عاصمة لكنهم اشتغلوا ونظفوها وجملوها والناس اختارتها اجمل عاصمة بالدنيا وهكذا بالنسبة للمدن الاخرة الاخيرة وهكذا بالنسبة لكل المدن المتميزة اما بغداد بهذا الشكل الخرب المدمر بالعشوائيات والطرق المدمرة والازحامات والقهر لا يمكن قبولها معيب معيب لذلك اول ما يتبادر الى ذهنة مثل ما قلنا والسؤال هو الا تستحون وهو هذا السؤال اللي بتهكم عليكم وبإدانة لكم نختم به هذه الحلقة شكركم مع زي المشاهدين والتقيكم في حلقتنا اخرى الى ذلك الخين استودعكم الله والسلام عليكم موسيقى